في الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء تراجع أسعار النفط بشكل ملحوظ في عام 2025 تواجه اقتصادات دول النفط تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرارها المالي فهذه الدول التي يعتمد جزء كبير من دخلها القومي على إرادة النفط ستجد نفسها أمام ضغوط اقتصادية جديدة فكيف ستتفاعل هذه الدول مع هذا التراجع في عام 2023 بلغ إجمالي إنتاج النفط العالمي نحو 100 مليون برميل يوميا هذا الرقم يختلف قليلا من عام إلى آخر تبعا للظروف الاقتصادية والأوضاع الجيوسياسية وعوامل مثل سياسة أوبيكلاس والتقلبات في الطلب على النفط بحسب صندوق النقد الدولي فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد بنسبة تتراوح بين 70% و90% من إيراداتها الحكومية على النفط وفي حالة تراجع الأسعار ستتأثر بشكل مباشر الميزانيات العامة لهذه الدول تعمل دول النفط في منطقة الخليج على تقليل الاعتماد على النفط من خلال خطط تنموية استراتيجية مثل رؤية السعودية 2030 والتي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط من خلال تنويع الاقتصاد كما تسعى الإمارات إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي في دبي على سبيل المثال يتوقع أن يسهم قطاع السياحة بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 تواجه اقتصادات دول النفط تحديات كبيرة بسبب تراجع أسعار النفط المتوقع في 2025 ولكن مع تعزيز السياسات التنوع الاقتصادي وإعادة توبيه الاستثمارات إلى قطاعات أخرى تستطيع هذه الدول التكيف مع الوضع الجديد حيث إن الاحتفاظ بالاحتياطيات المالية الكبيرة وزيادة الاهتمام بالابتكار والتكنولوجيا سيمكن دول النفط من الحفاظ على استقرارها المالي في السنوات القادمة